السؤال كان بيقرر دايماً في مبارات الآية الأخيرة الشناوي ولا مصطفى الشبير والآن مازال متكرراً مع منتخب مصطفى الشبير ولا محمد الشناوي محمد الشناوي ولا مصطفى الشبير فعلاً ما فيش أي اختلاف على أنه مصطفى الشبير يستحق أنه هو ينضم للمنتخب الوطني وأنه يكون موجود و محمد الشناوي بالنسبة للجهاز الفني قصته مختلفة تماماً بالنسبة لكابتن حسام حسن الكابتن حسام حسن مقتنع أن محمد الشناوي قائد من القادة المميزين داخل المنتخب الوطني ووجوده مهم جدا والناس كلها استغربته والشناوي إزاي انضم رغم أنه ما كانش بيشارك في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي بعد إصابته مع المنتخب من شهر يناير لكن كان فيه تواصل مستمر مع الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة لمنتخبنا الوطني وكابتن حسام حسن عنده قناعة بشخصية محمد الشناوي داخل منتخب مصر وأهمية وجوده داخل منتخب مصر وشفنا ده كمان من خلال استقباله للعبين المبارح مع الجهاز الفني كل واحد فيهم ليه نقطة إيجابية ونقطة سلبية ده الحزبة داخل الجهاز الفني لمنتخب محمد الشناوي هو الحرس الخبرة ودي أول مباراة رسمية للكابتن حسام حسن ومباراتين مصريتين بالنسبة لمنتخب الوطني في التصفيات ولكن غياب محمد الشناوي عن مشاركة في مركز مهم جدا هو مركز حراسة المرمى مصطفى شبير مستوى مميز جدا مع النادي الأهلي ولكن تبقى فكرة أنه ده أول مرة هتكون مباراة رسمية ليه مع المنتخب الوطني هل هو اللي هيشارك ولا لا عايز أقولك يا كريم وإحنا بنتكلم حتى الآن الأفضلية داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر لمحمد الشناوي أنه هو يكون موجود الحرس الأساسي لمنتخبنا الوطني أعزي